موقع حصص اونلاين نضع العلم بين يديك اللهم صلى الله عليه وسلم محمد طيب احنا اخذنا الجذور واخذنا الرفاع واخذنا التوزيع واخذنا القصص هاي كلهات بس انا يعني حابب اعطيكو قاعدة سريعة هيك اذا عرفتوها ماشي الحال وزا ما حفظتوها او ما عرفتوها برضو مش مشكلة شو يعني يا استاذ اذا عرفناها ماشي الحال اذا ما عرفناها مش مشكلة لانها هحكي لك انه ممكن تعملها بطريقتين تمام يا جماعة هنبلش نحكي ماشي يا استاذ ايش القاعدة هاي استاذ اللي بدك تحكي لنا اياها لما يكون عندك هون عدد وتحت جذر وفي سين مرضو لحالها هيك يعني ممكن يكون معها اعداد حواليها وممكن يكون هون في عدد كمان خلاص شو يا استاذ هاد شو كيف بدنا نكملها هاي لما نشوف جذر جواته سين ممكن يكون معها عددين هون حواليها وفوق عدد وتحت عدد يبقى عدد عدد جذر سين وهت جذر ايش تربيعي عدد عدد جذر سين وهت جذر ايش تربيعي وهون في تكامل طبعا وهون ايش عندك هاي جوابها كيف يا استاذ شوفوا يا جماعة كيف جوابها هاي ها سريعا سريعا العدد اللي فوق تضربه باثنين هيقاعدة يا استاذ دايما اضربه باثنين اه هيقاعدة اضربه باثنين على العدد اللي تحت ضرب معامل معامل سين والجذر زي ما هو وطبعا ايش زي جيم اكي استاذ مش فاهمين خاضر عادي هوضح طيب تعال رقم واحد صليتوا عن نبي يا جماعة اللهم صلى الله سيدنا محمد رقم واحد تكامل شوفوا لي رقم واحد هيك تكامل ستة على جذر سين ده السين بدي اسويها بسرعة لاش هيو جذر فيش فيه اللا سين شو بنعمل يا استاذ العدد اللي فوق ست تضربه دايما باثنين طب العدد اللي تحت على العدد اللي تحت هون واحد يا استاذ طب والعدد اللي مع سين برضو واحد يا استاذ طب بعدين تحط الجذر زي ما هو زي جيم يبقى العدد اللي فوق ضربه باثنين دايما هون ضربه باثنين يا استاذ دايما هون شو فيه واحد هون شو فيه واحد والجذر زي ما هو زي جيم طب ستة باثنين اتناش اصلا الواحد اللي تحت ما له قيمة الواحد اللي تحت ما له قيمة ستة باثنين تصير اتناش جذر سين زي جيم بس بس هاي هي بس هدا جذر ايش حكينا تربيعي طيب هاي رقم واحد طب هات رقم اتنين انت نشوف نتأكد من الموضوع هات رقم اتنين حاضر رقم اتنين معطيني تكامل رقم اتنين تلات على اتنين جذر سين دال سين عشان توفر وقتك هات جذر سين العدد اللي فوق تلات اضربوا دايما باتنين على العدد اللي تحت فيه اتنين واللي مع السين واحد والجذر زي ما هو جذر سين وطبعا زي الجيم طب استاذ اتنين مع اتنين بتروح طبعا تلات ع واحد تلات حلو تلات جذر سين زائد زائد جيم سهل القاعدة سهل يا استاذ هات كمان واحد اه رقم تلات ماشي رقم تلات تكامل واحد على اتنين جذر سين دال سين برضو هيا يا استاذ جذر سين جاي تحت بتاخد العدد اللي فوق واحد تضروب اتنين دايما تمام على العدد اللي تحت اتنين ضرب معامل سين واحد والجذر زي ما هو وطبعا زيد ايش جيم اتنين مع اتنين وطبعا واحد مع واحد راحت شو ضل عندي جذر سين زائد جيم حلو كمان هات رقم اربع ماشي رقم اربع تكامل اه تلات على اتنين جذر تلاتة سين زائد واحد تلاتة سين زائد واحد طبعا دال سين برضو هاي جذر وجوته بسين خلاص العدد اللي فوق يبقى هاي الجذر يا جماعة تربيع تأكدوا جوته بسين لحال هايك طبعا ما فيش عليها هون لا تربيع ولا تكعب ولا ايش بصير العدد اللي فوق تلات اضرو باتنين دايما كويس على العدد اللي تحت اتنين ضرب معامل سين برضو تلات وبتنزل جنبيهم الجذر زي ما هو تلاتة سين زائد واحد زائد جيم تلات مع تلات اتنين مع اتنين راحوا كلياتهم بيضل عندي جذر تلاتة سين زائد واحد زائد جيم ممتاز ممتاز هات رقم خمسة خمسة يا جماعة اخر واحدة تكامل واحد على جذر اتنين سين زائد خمسة دالسين حكينا العدد اللي فوق هتضربه دايما باتنين على العدد اللي تحت هون هون واحد مفيش عدد ضرب معامل سين اتنين والجذر جنبيهم هيك زي ما هم واحد باتنين عواحد باتنين ضل عندي جذر اتنين سين زائد خمسة زائد ايش زائد جيم هاي قاعدة للجذر التربية طب استاز احنا زمان كيف كنا نسويها اكتبوا هدا الكلام يا جماعة عندكم احنا كنا نسويها زمان كيف هات هذا مثلا ستة على جذر سين مثلا اول واحد كيف كنا نسويها احنا يا جمعة ستة على جذر سين دالسين خطوات اللي كنا نسويها زمان كيف كانت كنت يا استاز بتحول الجذر يعني بتخلي الستة هاي الجذر بنحولوكم بيصرسين الداخل على الخارج واحد على اتنين وبنحط سالب ليش السالب هاي لانا رفعناه من تحت لفوق يبقى واحد على اتنين الداخل على الخارج ليش سالب رفعناه من تحت لفوق ده لسين وكنا بنحكي ستة معامل ضرب ايش كمان اجمع اتنين نقص واحد واحد على اتنين اقلب اتنين على واحد زائد جي. وكنا نحكي ستة باتنين اتناش على واحد يعني اتناش. وهذا كنا نرجع جذر. وكنا نحكي سين تاخد اللي في العلالة واحد واللي في الوطاط اتنين. زائد ايش? زائد جي. نفس الجواب صح ولا لا? اتناش جذر سين. هيها. اتناش جذر سين. نفسها. وهاي الخطوات اللي احنا كنا نعملها. ارفع اجمع اقلب ورجع الجذر. عارفين انتو الخطوات هاي. بس هاي الحركة او القاعدة اللي اعطتك اياها تصلح بس لمين? للجذر التربيعي. لما يكون جواته بس ايش? سين زي هيك. زي هدول. خلاص يا جماعة. اعرفوا الشكل كويس. وانا فهمتكو ليش القاعدة هاي كيف صارت? اختصارا للخطوات هاي. اختصارا للخطوات. للخطوات هاي. ماشي هيك تمام? بتتدربوا عليها. بتكتبوها بتتدربوا عليها. صور اموركو تمام فيها. يبقى هون ستة على جذر سين بتضرب ستة بتنين على هون فيش عدد هون فيش عدد انسى الموضوع. بتصر ستة بتنين اطماش وجذر سين زي معي. تلاتة عتنين هاي تلات وهاي اتنين. اللي فوق بتضرب بالتنين واللي تحت بتضرب بالعدد اللي مع السين وجذر سين زي ما هو. وهون برضو واحد واحد بتضرب اتنين على اتنين هون في واحد على اتنين في واحد الجذر سين. تلاتة اللي فوق بتضرب اتنين دايما واللي تحت اتنين وهون مع السين تلات اتنين بتلات هيها. اللي فوق واحد بتضرب اتنين على هون واحد برضو باتنين. وارجيتكم كيف الطريقة اللي احنا كنا نعملها على كل الجذور. طب لو ما عرفناش القاعدة هاي استاذ وعملنا الخطوات هاي احنا شاطرين في الخطوات هاي عادي. سوي اللي بدك اياه واللي بريحك ماشي يا جماعة ماشي هاي القاعدة ماشي يا أستاذ اللهم صلى الله سعدنا محمد شوف يا جماعة هاي الملاحظة يعني نادرا إنكم ممكن تشوفوه بس بدي أحكي لكم إياها طبعا لازم أحكي لكم إياها وتكونوا تكونوا عارفين خلاص عادي يا أستاذ لو إنك ما حكيتهاش بتمشي الأمور والله أنا زي ما حكيت لكم نادر ممكن تشوفها بس خليني أعطيكم إياه إيش هاي الملاحظة يا أستاذ خلنا ناخد أول سؤال عليها رقم واحد تكامل هاي رقم واحد اللي هو تكامل سين تربيع زائد ثلاث الكل تربيع ده السين شو هي الملاحظة يا أستاذ الملاحظة أنتم أكيد انتبهتولها لحالكم شو هي الملاحظة السين هون عليها أس في فوق تربيع أيوة في الحالة هاي شو راح نعمل هنفك التربيع يبقى ازا كان السين على أس وفي هون تربيع هنفك التربيع ازا كان ها ازا اكتب لكم إياه فوق حاضر ازا كان سين عليها هون أس وبين أقواس وفيه تربيع وفيه تربيع ايش راح نعمل يا جماعة هنفك التربيع وبعدين نكامل فك التربيع وبعدين نكامل طب إحنا يا أستاذ كيف بنفك التربيع سهل فك التربيع يا جماعة ها هي التكامل فك التربيع يبقى هون فك فك التربيع كيف بتفك التربيع يا أستاذ من ربع الأول يعني بضرب السين تربيع بنفسها سين تربيع بتصير سين اجمع الأسوس أربعة ها سين قصة أربعة بعدين يا أستاذ بضرب الأول بنزل الإشارة بضرب الأول بالتاني باتنين كيف يعني؟ يعني سين تربيع هتضربها بتلات وكمان باتنين. اتنين بتلات ستة ستة سين تربيع. ها ستة سين تربيع. بعد الاخير دايما زائد بضرب التاني بنفسه تلات بتلات تعطيني ايش? تسعة. وهم طبعا دال دالسين. يبقى انا كيف بفك التربيع. ها? كيف فكت التربيع استاذ? باخد سين تربيع. بضربها بنفسها. بعدين باخد سين تربيع. بضربها بتلات وبضربها باتنين كمان دايما بنضرب باتنين. طب بعدين باخد التلات وبضربها بنفسه. الاشارة هاي بالنص بتنزل زي ما هي. والاخيرة دايما موجب. طيب وبعدين بعد ما تفك التربية بنكامل هسا. يعني سين قصة اربعة تصر سين قصة خمسة على خمسة زائد ستة سين قصة اتنين ستة سين قصة تلات على تلات زائد التسعة. تصر تسعة سين زي ما انتم عارفين زائد ايش. نجيب. اختصار واستهز حاضر. ستة تلات هاي سين قصة خمسة على خمسة. على خمسة ما انتم عارفين ممكن اكتوبها واحدة على خمسة على فكرة. زائد ستة على تلات اتنين سين قصة تلات زائد تسعة سين زائد ايش? زائد جيب. ازا الملاحظة ملاحظتنا ايش هي? ازا كان عندك سين قصة في تربيع هنفك التربيع. كيف طريقة فك التربيع? بضرب الاول بنفسه. بعدين الاول بالتاني بالتنين وبعدين التاني بنفسه. طب كمان واحدة يا استاذ حاضر. هات رقم اتنين. رقم اتنين. تكامل. برضو عندي سين تربيع. ناقص واحد. لكل تربيع ده السين. هاي هاي يا استاذ سين. في عليها اس وفي تربيع. هنفك التربيع. حطة كامل. ها هتضرب سين تربيع بنفسها. سين تربيع بسين تربيع. هتعطيك سين قصة اربعة. هاي هون سين قصة اربعة. بنزل الاشارة نفسها. بنزل الاشارة نفسها. بضرب الاول بالتاني باتنين. يعني سين تربيع. هتضربها بواحد وكمان باتنين. واحد باتنين اتنين وتنزل سين تربيع. اتنين سين تربيع. اشارة الاخيرة دايما زاد. اضرب الواحد بنفسه. واحد بواحد طبعا واحد يستغل بشها لك. ده السين. ماشي يا جماعة فك التربيع بضرب الاول بنفسه. الاول بالتاني باتنين وبعدين التاني بنفسه. كامل سين قصة اربعة برضو هتصير سين قصة خمسة. على خمسة. ناقص. اتنين سين. اتنين. هتصير تلات. على تلات. زائد. الواحد ما بصير واحد سين. يعني سين. زائد ايش? زائد جي. طيب. هات رقم تلات. تعالي يا رقم تلات. هاي رقم تلاتة يا جماعة. هاي الملاحظة يعني برضو اللي في بالكم. وعندي تربيع يا استاذ وده السين. كويس. هفك التربيع. خلي التكامل زي ما هو. اضرب سين تربيع بسين تربيع بصير سين قصة اربعة. نزل اشارة. اتنين. اتنين باتنين اربعة. اربعة بسين تربيع. اربعة سين تربيع. ها. وبعدين زائد. هاده بنفسه بصير اربعة وهون ده السين. طب سين قصة اربعة سين قصة خمسة على خمسة. زائد اربعة سين تربيع. اربعة سين قصة تلاتة. على تلاتة. زائد الاربعة اربعة سين زائد ايش? زائد جين. هاي الملاحظة اللي انا حبيت احكي لكم اياها. تكونوا عارفين. ازا شفت سين وقص وتربيع فك التربيع. سين وقص وتربيع. ايش بتعمل? فك التربيع. فك ايش? فك التربيع. هاي ملاحظة كمان يعني سويناها. اللهم صلى الله عليه وسلم محمد. حبايبي وصلنا عند هذا الجزء هو جزء خفيف ولطيف وما بيخوف. اموره بسيطة جدا جدا ومختصرة جدا جدا جدا. ايش هذا الجزء يا استاذ? اللي هو هدول جيبوا الجتة. لا لا تخافوا. الامر بسيط جدا زي ما حكت لكم. تعالوا نشوف. وهنحفظهم هسة. هسة بتطلع. تطلع من عندي من هسة تكون حافظهم مية بالمية. طيب. تكامل جيب سين. اولا نشوف لي. السين اللي جنب الجيب هاي معها. هاي بنسميها الزاوية. هاي السين اللي جنب الجيب بنسميها الزاوية. والزاوية يا جماعة لا تكامل. ملكش فيه. السين اللي مع الجيب هاي ملكش فيها. لا تكامل. طب يا استاذ اسمها هيك. جيب سين. شو تكامل جيب سين? جيب سين سالب جتة سين. سيد ايش? زائد ج. خلاص. تكامل سالب جتة سين. زائد ج. جيب سين سالب جتة سين زائد ج. اللي بعدها يا استاذ. جتة سين. اه. السين هاي. اللي هي الزاوية اللي مع الجاتة. مالكش فيه. طب الجاتة سيني يا استاز. بصير جيب سين زاء G. ها جاتة سين جيب سين زاء جي. طب التالتة قاطع تربية سين. برضو السين هاي اللي هي مع القاطع تربية اللي بنسميها الزاوي. هاي الزاوي. هاي برضو الزاوي قاطع تربيع سين ظل سين زائد جيب بدون تربيع بروح التربية خلاص قاطع تربيع سين ظل سين زائد جين خلاص هدول التلات تحفظوا تلاتة هاي هم يا جماعة جيب سين سالب جتا سين طب جتا سين جيب سين طب قاطع تربيع سين ظل سين خلاص اتفاجنا التلات هدول اه يا استاذ ايش الاشي اللي بيجي وراء الجيب او الجتة او القطع تقريبا اسمه زاوية والزاوية ما بتتكامل طيب تعال نشوف هدول جتة اتنين سين هاي الزاوية اه جتة اتنين سين عادي يا استاذ جيب اتنين سين وزاي الجيب بس انتبهي الان الزاوية معها معامل اتنين شو رح نعمل هنقسم على اتنين على اتنين زاق جيب خلاص يبقى ازا كان الزاوية السين معها معامل هنقسم على على المعامل جيب اتنين سين على اتنين زاق جيب وممكن تنكتب بدل ع اتنين ها ممكن نكتبها هيك نص هاي ع اتنين جيب اتنين سين زاق جيب هذا شكل وهذا شكل. نفس الشيء. طيب نيجي. جيب تلاتة سين زائد خمسة. هاي الزاوية برضو يا أستاذ. اللي مع الجيب. هاي مع الجيب يا جماعة. جيب تلاتة سين زائد خمسة. الجيب سالب جتا نفس الزاوية تلاتة سين زائد خمسة زائد جيب. هنقسم على على تلات. ليش يا أستاذ على تلات? اللي هي مع السين. على تلات. اللي هي مع السين. معامل الزاوية. طب نمتاز. اتنين قاطع تربيع واحد ناقص اتنين سين. وين الزاوية? هاي. القاطع تربيع هاي الزاوية اللي معها. حلو. هتصير اتنين. القاطع تربيع اتفقنا يا أستاذ بصير ضل. والزاوية زي ما هي. واحد ناقص اتنين سين زائد جيم. ولا تنسى القسمة على معامل سين في الزاوية. اللي هو سالب اتنين على سالب اتنين. اتنين بتروح مع اتنين بيضل سالب. ضل. واحد ناقص اتنين سين زائد ايش? زائد جيم. يبقى الزاوية دايما ركز لي على الزاوية. ركز لي على الزاوية. اللي بيجي ورى الجيب. اللي بيجي ورى الجتة. اللي بيجي ورى القاطع تربيع هاي اسمها زاوية. ملكش فيها هاي ما بتكاملها. ما بتكاملها. طب يا يا استاذ. از الزاوية معها معامل بتتقسم على المعامل. نيجو هون برضو. عشرة جتة خمسة سين وين الزاوية? هاي هاي استاذ اللي ورى الجتة. وانتوا عارفين الجتة? هتصير عشرة. الجتة بصير جيب. الزاوية زي ما هي خمسة سين زاوية. وما تنسى تقسم على على خمس. طب هي عشرة خمسة اتنين جب خمسة سين زاوية جيب. يبقى الجتة بتصير جيب طب شو العشرة هاي استاذ? العشرة معامل ما لنش فيها. العشرة اللي جنب الجتة من هون ملكش فيه. خلاص اللي جنب الجتة من هون ملكش فيه. وجتة بتصير جيب خمسة سين. ومنقسم على خمسة. ليش?, السين معها معامل ونقسم عليه. ناخد معامل سين ونقسم عليه. طب الجيب هيسالب اربع جيب. بتصير اربع جتة. واحد زائد اثنين سين زائد جيب. الزاوية معها معامل. هنقسم عليه. واربع اتنين بصير اتنين جتا واحد زائد اتنين سين زائد جيب. استزوين راحة السالب هاي? وهو الجيب بسالب جتا. طب السالب تصير موجب. السالب تصير ايش? موجب. ماشي يا جماعة? السالب تصير ايش? موجب. طيب قاطع تربية تلاتة سين قاطع تربية حكينا ظل تلاتة سين ولا تنسى على تلات زائد جيب. وطبعا تشيل التلاتة هاي مع التلاتة هاي? لا. هاي زاوية لا تقرب عليه. الزاوية اوعى تصيبها. هاي ممكن تكتبها هيك. واحد ع تلات. ظل. ثلاتة سين زائد ايش? نجيب. وعالزاوية تغير فيها ايشي. الزاوية اوعى تغير فيها ايشي دايما. خلاص? اللي بعد الجيب والجتا والقاطع تربية بتغير ايش فيه ولا ايشي. طيب يا استاذ ماشي الحال. اش هدول? انا شو كتب لك? رفع ثم تكامل. رفع هي فيها رفع هون كمان اه. شوف لي الان. يبقى هون رفع. شوف. القاطع لما يروح لفوق جنب التلات بسرجة سين. ايوة. القاطع لفوق بسرجة. القاطع لفوق بسرجة. القاطع لفوق بسرجة. ما احفظها هاي. القاطع لفوق بسرجة. القاف بتصير جيم وبنزيدها تعمل. طيب هاي رفع. طب بعد الرفع نكامل. طبعا تلاتة جتا سين بتصير تلاتة جيب سين زائد جيم. طب التانية. الجتة بتروح فوق برضو. طيب احنا فهمنا يا استاز. يبقى الخطوة الاولى رافع يا جماعة. الخطوة الاولى ايش? رافع. ها. القاطع بصير جتة. طب الجتة بتصير قاطع. هاي بتصير سالب اتنين. قاطع سين. استاز فيه تربيع. خليه. خليه التربيع. يبقى القاطع بصير جتة لما نرفعه. الجتة بتصير قاطع لما نرفعها. بصير عندي سالب اتنين. وانتو عارفين تكامل قاطع تربيع. ضل سين زائد جي. يبقى هاي هيك رافع. طيب التالتة هاي. بصير عندي رافع خمسة اع ثلاث زي ما هي. طب وقاطع هاد انا شايف قاطع وس سالب اتنين. قاطع وس سالب اتنين. اللي فيها السالب بس هتشيل منها السالب. يعني هتضل زي ما هي قاطع وس اتنين سين ده السين ها. يبقى اللي فيها سالب هتشيل منها بس السالب لما تيجي ترفعها. لما تيجي ترفعها هتشيل منها السالب. ونكامل الجواب خمسة اع ثلاثة. قاطع تربيع صر ضل سين زائد ايش? زائد جي. يبقى هون رافع ثم تكامل. القاطع بيرفع لفوق جتة. والجتة جي. الجتة تربيع هتصر قاطع تربيع. والقاطع تربيع بصر ضل. طب القاطع وس سالب اتنين هتصر قاطع وس اتنين هتشيل بس منها السالب وقاطع وس اتنين شو بتعطيك بتعطيك ضل. ماشي هيك لحد الان. طيب. ماشي. نحفز نحفز كمان الاول يا استاذ. جيب سين سالب جتة سين. جتة سين جيب سين. قاطع تربيع سين ضل سين. طب لو معها عدد هون بنزل العدد. لو معها عدد هون بنزل العدد. بنزل العدد جنبي هالمعامل. جتة اتنين سين استاذ الزاوية تنين سين. بتصر جيب اتنين سين بيقسم ع تنين. ليش قسمت ع تنين? معامل زاوي. جيب تلاتة سين زائد خمسة. سالب جتة تلات سين زائد خمسة على تلات. اللي هو معامل سين. اتنين قاطع تربيع واحد نقص اتنين سين. ننظل واحد نقص اتنين سين على سالب اتنين. اللي هو معامل سين. هون برضو عشر رجاتة خمسة سين. عشر رجيب خمسة سين على خمسة. معامل سين. سالب اربع جيب. الجيب بناكس الشرطة. بصير اربع جتة واحد زائد اتنين سنة على اتنين. معامل سين. قاطع تربيع تلاتة سين. ظل تلاتة سين على تلاتة. اللي هو معامل سين. ممكن تصير واحد على تلاتة. هدو الرافع. القاطع بتطلع على فوق بصير جتة. تلاتة جتة سين. تلاتة جيب سين. الجتة بتطلع قاطع ومعها التربيع. قاطع تربيع ظل. اللي فيها السالب هتخليها زما هي بس هتشيل منها. السالب والقاطع تربع بصير ايش? ظل. اخر فكرة. لما تشوف جتة بظل. لما تشوف جتة بظل. هتخلي التكامل. وهتخلي الدالسين. ها تحويل الظل الى جيب على جتة واختصار الجتة. تحويل الظل الى جيب على جتة واختصار الجتة. كيف يعني يا استاذ? يعني هاي الجتة زي ما هي? هتحول الظل لجيب سين. على جتة سين. تحويل الظل الى جيب على جتة واختصار الجتة. ايوة. ثم تكامل. طيب. صف السؤال عندي على جيب سين. شو تكامل جيب سين? حفظناها. سالب جتة سين. زائد جيب. ممتاز ممتاز. هاي واحد. يبقى تحويل الظل الى جيب على جتة واختصار الجتة ثم تكامل. تحويل الظل الى جيب على جتة اختصار الجتة ثم تكامل. صليتوا عن نبي يا جماعة. اللهم صلى على سيدنا محمد. طب هون برضو تحويل هاي ظل وعندك جتة. تحويل الظل هاي الثلاتة. تحويل الظل لجيب على جتة. تحويل الظل لجيب على جتة وهون في جتة. واختصار الجتة ثم تكامل تلاتة جيب سين سالب تلاتة جتة سين زائد جيب. تحويل الظل اللي جيب على جتة. اختصار الجتة ثم تكامل. اخر واحد. تكامل في اتنين. تحويل الظل لجيب على جتة. جيب اتنين سين لان هون اتنين سين. على جتة اتنين سين في جتة اتنين سين دال سين. اختصار الجتة ثم تكامل. اتنين جيب اتنين سين بتصر سالب اتنين جتة اتنين سين زائد جيب. هنقسم يا استاذ على اتنين. ليش قسمت على اتنين? لان الزاوية معاها معامل. لازم نقسم على معامل الزاوي. تروح اتنين مع اتنين. يظل عندك سالب. جتة اتنين سين زائد جيب. لو جتنا دواري يا استاذ. في مجال نحفظها. في مجال انك تحفظها يا سيد العزيز. جتة بظل. جتة بظل. تنزل جتة وتغير اشارة. جتة بظل انزل جتة وغير اشارة. ظل بجتة بتنزل جتة وتغير الاشارة. ظل بجتة بتنزل الجتة وتغير الاشارة. ولا تنسى تقسم على معامل سين. دايما وين في اسئلة? سين معها معامل لا تنسى تقسم عليه. زي ما كنا نخذ القاعدة اللي هي سين وفي قوة. كنا نزيد القوة واحد ونقسم على الاس الجديد. نزيد الاس واحد ونقسم على الاس الجديد ونقسم على معامل سين. ماشي يا جماعة. هدول بس يا استاذ فيه غير هدول? لا مافيش غير هدول. هدول هم اللي موجودين عنا بالمادة. هيهم. الجيب والجتة والقاطع تربيع. الجيب بنغير الاشارة وبصير جتة. الجتة جيب. القاطع تربيع الضيل. الجتة جيب. والجيب جتة بس بنغير الاشارة. الجيب جتة بس بنغير الاشارة والقاطع تربيع الضيل. وزا سين معها معامل بنقسم على معامل سين. سين معها معامل بنقسم على معامل سين. سين معها معامل بنقسم على معامل سين. ها. الجتة جيب. سين معها معادة ونقسم على معامل سين الجيب جتا وبنعكس الإشارة اللي برة الجيب جتا وبنعكس الإشارة اللي برة ونقسم على معامل سين القاطع تربيع الظل الرافع يا أستاذ القاطع فوق بيصير جتا وبنكامله الجتا بيصير قاطع وبنكامل اللي فيها السالب بنشيل السالب وبنكامل وهون تحويل الظل اللي جيب على جتا واختصار الجتا ثم تكامل ماشي يا حبايبي هدول هما اللي موجودين عنا بالمادة هدول اللي موجودين عنا بالمادة هاي خلصنا هيك جماعة الجيب والجتة الله يرضى عنك يا رب